محيارني انت والله محيارني لانه الناس عموما بتميل الاستقرار واوي والاستكامة ويقولك هاستقن ياس وقعد واستكن كده ومش هاك فيه في الحتة يعني لو غير مكانه في السرير يقلق لو غير من قوضة القوضة حاجات من دي بينما انت جزء كبير من حياتك قضيته في مغامرات الحقيقة غير محسوبة العواقب من جيبك بتحقق حاجة للناس ممتعة جدا ليك وليهم بس مورهاش اي هدف مادي بالعكس ده فيها مش قادر اقول استثمار لانه العائد نفسي العائد روحاني جدا مش معناوي يعني فبرضه محيارني يعني اوكي محقق نجحات في انه في الرياضة في مجال الرياضة في مجال في تواجدك كجلال علام في الدول اللي روحتها في انك تاخد سبع سنين بتعلمهم من سكواش مش يعني فيه امباكت فيه حاجة بتعملها لكن في الوقت نفسه الشخصية الحالمة المتنقلة الكسرة لكل القيود اللي خرجة في مغامرات مختلف عننا مش عارفة حققت ايه وديتك فين الحتة دي انا عارفة انه انا قاعدة بتكلم معاك وحكاويك لا تنتهي ذكرياتك متضفقة جدا حضرة كلها رغم طول المدة وبعدها برضو نحيرانة فيك يعني ايه اللي اضافلك ايه اللي انت مين تاني انت مين بص يا حضرتك اللي قلت عليه المسأل الأولاني انه واحد بتقاوكع وبتاع ده ربنا بيديله على قده بس هو ما فيش حد هياخد أزياد منه والتاني اللي هو لو انا بعمل حاجات دي برضو ربنا بيديني على قده رغم ان فيه بتبقى مشوار ما هواش سهل فيه خلي بال حضرتك ان فيه ناس الحقد موجود عن ناس كتير وانه هو يحاول يرجعك وانه هو يوقف المشوار بتاعك بدل ما انا همشي من هنا الاخر الترابيزة دي في خمس دقايق يخليهم لي تلاتين دقيقة بس بتاخدي في الاخر حاجة انا بحبها وعايزة وصلها